حتى الطريق الفرعي الذي اختاره سائق هذه الدراجة تعثر فيه ليس لأنه شاق وبعر ولكن لأنه أيضا يعاني من زحف الكثبان الرملية على الطريق السريع المتفرع من الخط الساحري المؤدي إلى منطقة السويق بمحافظة الحديدة تزحف الكثبان الرملية بشكل كبير لتشل حركة المركبات منذرة بحوادث مرورية مروعة يربط هذا الطريق أكثر مناطق مديريات التحيطة الواقعة غربي مدينة زبيد التاريخية في الساحل التهامي حيث بات يعاني من الإهمال وعدم الصيانة الخط هذا مغطوء حوالي من شهرين ونعاني صعوبة من الطلوء والنزول من عام لآخر تتكرر المشكلة خصوصا في موسم الرياح غير أن الجديد في الأمر هو غياب دور الجهات المعنية ممثلة بمكتب الأشغال العامة والطرق الذي يفترض به كما يقول المواطنون هنا أن يوفر الآليات بشكل دائم لحل المشكلة التي باتت تؤرق الأهالي وفتح الطريق أمام المركبات والأفراد الذين يضطرون لاستخدام طرق فرعية غير معبدة ويتحول السفر إلى معاناة دائمة وليس ثمة من حلول تلوح في الأفق القريب